أعزائي المشاهدين في كل مكان مرحباكم معنا في الحلقة الجديدة من برنامجكم أصبط وأحسن برنامج في العالم سكر بني الحلقة دي أخواننا جاينكم ببرنامجنا الدائم بتاع القصص اللي بجينا من المشاهدين القصة اللي احنا سميناه هو الدم ولكنه ده ما وصف ما وصف دقيق دقيقة يا ظل ما تضحك القصة حقيقية بالمناسبة ده ما وصف دقيق لشخصيته الرائل ده لكن للتسهيل كده ممكن نقول عليه هو الدم وحتعرف السبب اللي قدام القصة بتقول إنه زولة كانت زي ما بيقولوا عليها نوارة الفريق بكيات عزة أعراس واقفة قدام يونج سول فولوف لايف النوع يعني مريحة ونعسة زولة أصلية واقفة مع الناس في مناسباته قام جاها عريس مقترب في ظرف شهرين عرسة انجز وساغا معاه الزولة دي غابت عن القرية خمسة سنين جات راجعة إنسانة ثانية ما بتتونس ما بتمرق تغيير ممكن الناس يحسوا إنه يا أخي أوه عادي لأنه الغربة ما زي القرية يكون فيها قفلة وكلام زي ده يا محلم قامت رجعت للإقتراب تاني أخذوا لهم سنتين هناك في الغربة ويتجور عاجعين السودان جنزلوا في العاصمة قعدت زي سنتين ثلاثة في السودان كده فجأة جات ساقة أولادة وجنزلين القرية بعد المدة دي كلها بعد السنين دي كلها يا دوب كلمت أهلا إنه يا أخي إنه الراجل ده والله يا أخي بيدقها وبيعملوها معاملة شينة جوا البيت يعني خصوصا أم الولد بتعاملها معاملة بطالة شديدة جدا جدا عشان يعني نديكم اختصار كده للمعاملة الأم للبيدي يا أخي البدي أصلا هي بتلبس لبس محتشم لكن هي ما منقبة فمع الراجل الأم فرضت على مرة ولده إنها ممنوع تمرق من البيت بدون نقاب قصة تانية دي ده ممكن موضوع ده يكون فيه النقاش ممكن ناس يوافقوا ممكن لكن قصة تانية مرة من المرات البيت دي جوها أولاد أخوتا جوها منه أولاد أخوتا جوا دارين نسلموا عليها الأم الولد دي فتحت لهم الباب طبعا هم عايشين في نرسبيت قال لها إحنا أولاد أخوت فلانا وعاوزين نجي نسلم عليها وكده طردتهم من الباب قلت لهم همشوا من هنا بلا أولاد أخوتا بلا كلام فارغ زيدا فاتخيلوا كمية الضغط النفسي لعيشة فيهو البنية دي الله إذا موضوع صعب في الناحية تانية ناخد تقريمه بسيطة كده عن شخصة الزوج الراجل ذاته يقول لي في الراجل اللي عنه شخصتين بر البيت جول شرس أسد وجوه البيت الراجل هو تدمه يعني شوه تدمه يعني مطيع لأي حاجة بتقول لأمه لو قتلهه يعني أقع البحر بينط من غير نغاش الحاجة طبعا ممكن تكون كويسة يعني ممكن تقول له أوه أوكي طبعا لأنه زي ما احنا عارفين نحن عندها لأنه في الدين أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك طبعا لكن أكيدا الحاجة دي عندها حدود نعرج لحتة ثانية البيت نفسها البيت الزوجة المصدومة دي عندها أخوها أخوها راجل صعب جدا زور وائد وما مززوج وما عنده أولاد في نفس الوقت قال لك شغال في الدنيا دي بي مبدأ الراجل دهب يمشي تشاهد يمشي شايت فيه تجاه تقل خلده كله وقال لك الرأي كنا نتكلم عنه دي ودومه جابه جاويد نصالح لبيته كده فهلا وافقه لكن بي شرطه واحد أنه ما تسكب مع أمه في بيت واحد وأنا شايف أنه الحاجة دي من حقهم أكيد أكيد لن تضمن سلامة بيتك دي يعني ما حتسلم على زور غرار ما في يده في نفس الوقت ده أخو البيت اللي تكلمنا عنه الراجل الصعب ده مشال الزوج طوالي طلع له طبنجة أمعلم وقذب الحرف الواحد طبنجة دي جديدة جربتها في زول وابا تكتله وانت به رأسك الغليد ده أنا أعزب أجربه فيك قال الله لا أنا عندي أولاد ولا عندي مسؤوليان وخطنا دي لو اشتكت مرة واحدة بس منك أنا منتحر بك زول بيستايل الحياة والعائه لدي بنتحر به يعني صراحة طيب القصة دي فيه نقاط كتير نحن ممكن نناقشها فيها لكن اللي احنا أول حياة نحن دهرين نناقش حتة إنه الإبن من يكون مطيع للوالدين لدرجة عمياء ولما الولد يقول لوالدينه لا متين الحاجة دي هتكون عقوق ومتين هتكون بربا الوالدين يعني طبعا الربا الوالدين دي حياة سمحة كويس معك لكن عندنا في مجتمعنا حياة كثيرة قصة ناس مع قصص كثيرة من نوع لو ما طلقت الفلانة ما عافية منك ما عافية منك لو ما عرستها ودلشي عذكر أنا ما عافية لك أو لو ما شايت عرستها من الناس القبيلة الفلانية أو من الناس فلان أنا ما عافية لك صح بيكون ما في أي سبب مقنع للحاجة دي إلا يكون يا عمصرية بين قبائل يا أسرة شايفة نفسها أحسن من أسرة كده يعني صح تمام فنحن لنا دانين السلاحة سرية لأمهات ذا ما بيسرح السلاحة سرية لأمهات اللي بيحصل له إنه شنو شو استخدام أيوة فالوالدين كتير نحن عندنا بيقوموا بيسيوا استخدام كلمة أنا ما عافية لك كما عملتك كده فلانا نحن دا يرين نتناقش معاكم إنه متين نقول يا أخي إنه الحاجة دي طاعة والدين متين نقول إنه عقوق رايك شو انت الموضوع دا بيختلف على حسب الموضع اللي إحنا أول إنت يعني يا توافق فيه و لوالدينك يا تخالفهم يعني في حاجات يعني واجبات عليك إنت على والدينك وعلى أسرتك جميع من حقك تخالف فيها والدينك وردين مفروض قصة ما توصلهم دريتين ميقول لك إحنا ما عافية لك أصلا يعني صح في حاجات تانية ممكن مطلق على المباحات أول حاجة يعني الخاصة بيك إنت يعني مساء في حياتك الخاصة عرس جراية تخشجة بعد كاب تخصص كده عايز تشتغل كده في حياتك الخاصة بعدين عايز في شغلك عايز تشارك فلان عائلة فلان من ناحية تانية ممكن نشوف الحياة دي إنه يا أخي السبب اللي بيخليهم يعملوا كده إنه يا أخي هم عندهم خبرة في الحياة أكتر منك طبعا وخايفين عنه وطبعا بما إنك إنت الأم دي أنت ولدها مهما كبيرة حتفضل لسه طفلها الصغير داك في عينا تمام؟ فهي دائما تكون شايفة إنه يا أخي إنه هي عندها خبرة أكتر منك في الحياة فعشان كده بتكون شايفة إنه لا الودة حيتخذ قرار غلط حيندم عليها أنا ما عايزة جناي يندم فهي يكون فيه سوء استخدام للحاجة دي مرات بضيع عليك فرص في حياتك الفرصة دي ممكن تكون زولة فرصة دي ممكن تكون وظيفة فيه حاجات كثيرة في حاجات كثيرة بيقول والله أبهات كثيرة بيقول أبلادهم والله أنا ما عام في لك كان سكيت الكرة وما احتميت بالقراءة الشديد صح حاجات دي ضيعت منها اللعبة تعالى صغير لو ما جيت اشتغلت معي في الدكان وخليت قريتك لجريتها زول قاري صيدلة قاري هنا ماش يشتغل في مياله لا تجيت اشتغل معي في الدكان عشان شنو تشير هنا دي لإخوانك لي بعدين صح الفكرة كويسة لكن الودة برضو ما عنده مستقبل كمان فالموضوع صعب شديد ومعقد فأنت مفروض يعني تعرف والله يصعب على الولد وصعب على الأبه السؤال بيقول ليك أنت يا محمد سر الختم تمام أيباد دي هجو غمط موية ليك أنت يا محمد سر الختم هل انت ممكن يوم من الأيام تقيف قدام والدينك وتقول لهم لو قال لك يا أخي احنا ما عافل لكننا عاملت هناك تقول لهم يا أخي ما عليش الحقيدي قرار خاص بي كدوروني انت بتقول لي كده ده ليه هل حتناقشهم ولو لقيت انه كلام ما منطقي إنك كده كلامك منطقي هل حتقول لهم أنا مقدر عفوكم مقدر رايكم لكن الحقيدي خاصة بي أنا هل حتمشي في الدرب بتاع رايك ولا حتمشي في الدرب بتاع وضمه هل تعرف شوالد ده بجيب ليه مشاكل كبيرة خلاص والحجة قاعد شوف في رحلة أين انت كان تسألني أنا؟ أنا سألت تكوّر أنا حريف عشان ما دارك تسألني أو تسألتك جاوب طيب شوف يعني حاجة خاص بالنسبة لي أنا ما عرف الناس التانية رايش حاجة يعني بتغضب وعنداني أنا ما بعمل مهما كان حتى أنا لو شايف إنه هيفي صالحي ولي قدام أنا أحاول طبعا أتناقش معهم أصل معهم يعني لأقصى درجة ممكنة من النغاش إزر والدين ما قبلوا نهاي ما قبلوا يتناقشوا أصلا ما قبلوا يتناقشوا أصلا إذا وصلت في حتة بتاعاتين وياختهم أي ما طلقت فلانة دي أنا ما عافية لك أيوة شنو يا صاحب أنا ما عرف سأطلق 200 كلا دقيقة كلا دقيقة أسمع كلا دقيقة نفهم استهلا لله أنا الحتة دار أصليها إنه أيوة هل نحنا جاهزين أنا وإنت؟ أنا لا أنا أدخل أنا لا أجهز يا أخوة هل أنت يا محمد صرخاتين بعدين في نهاية عمرك هتكون أيوة وتدمه ولا هتكون زول بيقف بقراراته زول بيقف بقراراته طبعا أنا ما بيعني إنه يكون عاقلي والدين وأنا بيعني إنه يكون شنو يحاول بقدر الإمكان إنه يتفاهم لكن لو شاف إنه مرات مثلا بيقول يا أخي كما طلقت فلانة أنا ما عافية لك ليه لأنه موش عشان مشكلة مع فلانة عشان مشكلة مع أهل فلانة صح فلانة بيكون ما عندها زنفل إنت معرسة أيوة يلا في مشكلة مع غرفة يعني أنا أتديل أول حاجات فلاصة إنت ممكن تمشي مع طاعة والدينك ديلي أقصدرية ممكنة تمام لو بتضيع عليه فرصة ما مشكلة بتضيع عليه شغل ما مشكلة لكن بس ما يكون في ظلم لبني آدم ثاني حتى ما عنده زمده في الموضوع ده يعني بيكون في زولة بالذات انت لو الزوجتها لو عرس ده يعني ممكن تقول فيها وعليها كده يعني قال لي خلاص مدع الرس انت ممكن تضحي بالذات لو الزولة دي انت مقاسك بعض زمان طويسة الناس اللي بيغتبوا سنة سنتين ثلاثة وثمانية بتاع انت كده بتكون ضيعتها للزولة دي عمورها فده المشكلة للبيت فانت لو دارت حنك كلم أمك من بدل عشان الموضوعك ميط وتجربة بالتنازجة فسهلا عشان كده احنا بنشوف انه الاولاد دايما بيحاولون انه يعرفوا البيت على الام عشان يحصل شوي تاعت كمستري كده قبل ما لازم 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 عشان ما يدخلوا نفسهم في حتة زينا صح انت لو جررت بالبيت سنين دي انت هتخدت هتكون في فتيل فعلي انا ملاحظ يا محمد ان كنت زغت من الاجابة المباشرة على السؤال انا انت رحت وليه لكن ما مش كان ما حاصل عليك اكتر من كده لانه شايف الكوبايق تاعت الموية كملا انا اسمع دقيقة دقيقة تقوم بعد شوي thing نفس السؤال ثان اخري ان احنا نقوم نقول اه لديكم العافية على المتابعة لا لا novels esperar كيف فرصة تضيعتها اهما حاجة يا اخوانا اهما انكم تبدي من ارائكم في الكومنتار التعامل والشير وتشاركوا الموضوع ده مع هاليكم في قلوبات الواسطة برضو لانه الموضوع ده يعني اي واحد فيكم كالي تمام مرد به ولحد اسيح تمره او ممكن تكون مرد به وقبل كده انحنا طبعا هنا ده عرضنا المشكلة ما عرضنا اي حلول شعلية كده فالحلول ده نحنا بنشوفها دايرينها منكم انتم الناس اللي يتابوا لحلقة ده وما تنسوا هم حاجة اللايك والسبسكرايب والشير والحدي ما نجيكم المره الجاية بموضوع زي ده كده تاني تاني وده كده زي ده وعصر اخوان اتناكم بعافية سلام